كلمة السيد الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية بسم الله الرحمن الرحيم السيدة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات المسلح الحفل الكريم من ساحة العزة والبد من الأكاديمية العسكرية المصرية الكيان العلمي العملاق الذي يفيد بالوطنية ويجود بالعطاء حيث يتزين اليوم احتفالاً وابتهاجاً ليشهد ميلاد دفعات جديدة من الكليات العسكرية هؤلاء الأبطال الواقفون شموخاً أمام سيادكم ليكونوا سداً منيعاً وحصناً واقياً يحمي ويسون مقدسات الوطن وطن شامخ تحدى المستحيل آل على نفسه إلا أن يبنى بسواعد أبنائه المخلصين وطن تخطى كل التحديات فاتخذ منها سلماً لتحقيق الإنجازات ويأتي احتفالنا اليوم مع احتفالات مصر وقوات المسلحة بالعيد الخمسين لانتصارات اكتوبا بالمجيدة يوم العزة الذي سيظل خالداً في أزهاننا وعقولنا نقطة التحول التي تعكس صلابة الشعب المصري فتحيةً واجبةً من جيلٍ نشأ في وطنٍ عالي الهامة لكل أبطال وقادة العسكرية المصرية وتحيةً لشهدائنا الذين قدموا حياتهم فداءً للوطن وجادوا بأنفسهم تحت لوائه السيد رئيس الجمهورية إن أبنائك الواقفين أمام سيادكم تضرب أقدامهم باطن الأرض قوة وتعلو هاماتهم في السماء شموخاً وتمتلوا أنفسهم فخراً واعتزازاً بهذا اليوم الذي ينضمون فيه إلى صفوف الجيش المصري وهم على أتم الجاهزية والاستعداد للزود والدفاع عن الوطن الغالي معاهدين سيادكم على تطبيق ما تعلموه هنا فهذا اليوم هو يومٍ فاصلٌ في حياتهم وبداية عهدٍ جديدٍ لمستقبلهم السيد رئيس الجمهورية إن التطوير والتحديث جزءٌ من الحياة الإنسانية فلقد أصبحت الأكاديمية العسكرية منبراً للعلم تضيئ السبيل لخرجيها سواءٌ من الضباط أو العاملين بمؤسسات الدولة فلقد كانت توجهات سيادكم بتأهيل العاملين بمؤسسات الدولة داخل الأكاديمية لتنمية الانتماء لديهم وتوسعة آفاقهم وتطلعاتهم وبناء جيلٍ يعمل فقط من أجل المصلحة الوطنية وها نحن نمضي في ذلك السبيل بكل العز لا نقلو جهداً أو ندخل وسعاً من أجل خدمة هذا الوطن وفي هذه المناسبة العظيمة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالتحية والإجلال لقيادة العامة لقوات المسلحة وجميع أجهزتها على دعمها الصادق واللا محدود لنا وللسادة مدير الكليات العسكرية السابقين الذين بزلوا كل الجهد في كلياتهم لنصل إلى ما نحن عليه الآن فلولا جهودهم ما كنا لنصل لهذا المستوى المتميز علمياً وانضباطياً ولزملاء مدير الكليات العسكرية ونواب مدير الأكاديمية وعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية من المدنيين والعسكريين على ما يبزلونه من جهد لتأهيل هذه النغبة المتميزة من الأبطال بالعلم والانضباط ليكونوا جاهزين لأداء المهام التي سيكلفون بها أبناء الضباط الجدد إنما وصلتم إليه اليوم ما هو إلا خطوة في سبيل مستقبلكم أدعوكم إلى العمل الجاد المخلص من أجل وطنكم واعلموا أن وطنكم يستحق منكم التضحية من أجله بالغالي والنفيس فمصر يا أبنائي تغلبت على كافة الصعاب والتحديات التي واجهتها وها هي اليوم توصق قصة نجاح عظيمة تجسد مجدا جديدا يليق بتاريخها العطيق ومستقبلها الواعد وإلى أهالي الخريجين أتوجه إليكم بعظيم التهنئة والامتنان تهنئة ملء الأرض والسماء على تخرج أبنائكم واكتيازهم أولى أهم خطوات حياتهم وامتنانٌ على تلك النغبة المتميزة التي قدمتموها لخدمة وطنكم فاملأوا أعينكم بأبنائكم فهم جني حصادكم فلكم منا كل التحية والإجلال السيد القائد الأعلى لقوات المسلحة نجدد العهد لسيادكم بأن نكون عند حصن ظنكم بنا وأن نرزل ما في وسعنا من أجل بناء أجيال جديدة من الضباط المقاتلين أجيال تحمل أمانة هذا الوطن بصدق وعزيمة تسعى إلى تقدمه وتعمل دائما من أجل نهضته وصياغة مستقبله وفي نهاية الكلمة أدعو الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء وأن تبقى مصر الأبية في تقدم وسلام تحت قيادكم الحكيمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته